اشتركوا في القناة يعني صحيح حضرتك ضيف دائم دائما بحضورك المحبب عند كل الناس والمتابعة خاصة بالقضايا بيع الاراضي والمشاكل يلي عم نواجهها يبدو انه في مشكلة جديدة لا والمشاكل يومية كل يوم في مشكلة بس لا في واحدة فيشي اكتر من ايه هلا يعني اراضي بعلاي بتعزيني قضاء علي هي المنطعة فوق انه هاي ضايع مسيحتها حوالي المليون ونصف متر نعم بيملكوا فيها يعني بموجب قرارات مرسيم مجلس وزراء بعض الاجانب هلا الواقع انه عم بيجوه بعد السمسرة يشتروا كالبنانية ويجزوا هالعارات ورجعوا بعدين سجلوا باسماء الله بطريقة مأونة يعني احتيال العلوم انا اعتبرت احتيال العلوم او رئيس البلدية اعتبر احتيال العلوم والابناء الضايع اعتبروا هن لوقتها التجقوا اجوا لعنا وخبرونا الموضوع وطلعنا عليه وشفنا موصة وكتير مهم القصة وطلعت انا على الضايع على فوق شفت بعينيه يعني في شيء مأساوي في استهتار بالحكومات المتعاقبة في غباء بالنزعة التجارية عند اللبناني يعني عم بيشتغل تجارة بالنتيجة عم بياخدنا نحوها يعني هو عم بيسفيد اليوم بس عم بيدر الأجيال الجاية تمشان يجمع يعني موضوع باع الاراضي ومن هالمنبر انا دايما بدي اقول انه صار بده الدولة الحكومة الحكومة مع مجلس النواب يقدروا شرعوا شيء بقى الضبضب يعني ضبط بوسماسرا ويعملو له صقف بسطة الأراضي لأنه مش عم توقف يعني نحنا كنا بالأساس بلاشنا على أساس هذا نزيف يتحول معنا بنتيجة شغلنا لجرح لأينا أنه الجرح عم بيصير نزيف داخلي يعني مش عم نقدر نتمسك لأنه بلشوا يعملوا حيال على الأنون ووجوه يعني مثلا بالتعزيني ايش صاير صاير أنه ناس من قلب الضائعة ومن الجوار بيجوا بحج أنه نبدأ نشتريه من الناس وبيروحوا بيراصلوا مغتربين وبيجوا بيشتروا هالأعارات وبعدين بفرزوها تحت 3000 لأنه رؤون بيسمح تحت 3000 يستملك للأجنبة وهذا شيء أنا وقت اللي زرت فخامة الرئيس طلبت منهم 3000 لازم نوقفها دعا وفي مليون نص سوري وفي خمسمائة ألف فلسطيني وفي تحشي يعني لازم نوقفها كلنا نربطها بمجلس الوزراء هون قصة ما زلت رأت لسوريين وعددهم الكبير في يعني آخر الأخبار نشرتوها حضرتكن أنه بعنوان السوريون يشترون لبنان واللبنانيون يبيعون بلادهم والمبلغ منه قليل أبدا هيدي النشرة طلعت من الجامعة الأمريكية من أحد دكاترا المختصين بعملية الدراسات أنه بال2015 كان في رأم محريز بال16 اكتشفنا أنه متربل مش مدوبل يعني ثلاث مرات يسيدي وهلأ بال17 الخير لقضيم يعني عمليا 81 مليون وستمية 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 وثلاثين ألفين ألفين وخمستعشر هالي تسجلوا هلأ في مشين عم بيعملوا بموجب وكلات أو بموجب قرار باع عند كتب العدل يعني فيها يعني وقت بيكون العكارت منه تحت 3000 متر عم بيخدوه عم بيشتروه بأرار باع وشو بيعملوا مثلا وبعدين بفرزوه وبيحط باسم بنته وابنه وكذا يعني بيقصموا بصير كذا شخص منه يعني بصير كذا شخص يعني يعني هلأ القانون فطفات فينا نقول يعني القانون فطفات والريابي مش كتير حزمي بهذا الموضوع يعني ملف الأراضي بكل مشاربه ما في اهتمام حكومي جدي بالموضوع يعني وهذا الشيء اللي نحن اليوم منطلع على شاشتك الكريمي مش ندعي كبار المسؤولين أن يهتموا بهذا الموضوع لأنه بالنتيجة نحن عم نتعب على موضوع الأنون عاتي فيه فسحات نعم وهذا الشيء اللي عم بيأثر على المجمل نروح إلى عنوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم ونبدأ مع صحيفة الأخبار واشنطن حدود العراق سوريا خط أحمر وبالصورة إيران أمام الامتحان بالإشارة للانتخابات اللي بلشت صباح هذا اليوم اليوم بإيران صحيح انتخابات الرئاسة وننتقل إلى الجمهورية جمود داخلية في انتظار ترامب وأيضا غارة التحالف على الحدود السورية الأردنية بس حلو اللقطة ودائما يعني اللقطات اللي بتوجد فيها دونالد ترامب مميز هو مميز صحيح بالعنوين الداخلية ماذا كسرت ماذا لو كسرت الجرة بعبد واليجزي في قلب المعركة بالإشارة لمتابعة رئيس الجمهورية للعملية النوعية بعرسان وراسب عالباك الجميع اللي يريدونها الستين كلهم يعني كلهم سبحانك يا لون أرعد الشاشة هل يدفع المواطن سعرا أعلى للبنزين هون يمكن عم بيشيروا للضريبة أنه مش ممكن ضريبة تتوطى يعني مش ان هيك السعر ما رح يكون أخاف حتى لو نزل سعر العالمي نعم بصحيفة المستقبل عنوانية التحالف يضرب قافلة أسدية إيرانية قرب الأردن وبالعنوين أيضا جناب ستة مذكرة للمعارضة عن الدور الشيطاني لطهران الجبير تطابق الرؤى مع واشطان تجاه العدوانية الإيرانية إيران تختار اليوم بين الاعتدال والتشدد ننتقل إلى البلد قيلولة انتخابية محلية على إيقاع دينامية إقليمية وبالصورة من لقاء الوزير الإيطالي مع رئيس الجمهورية وداع الشوجع وسط سوريا وتركيا تحمل على التحالف ونيويورك في صدمة حادثة أم إرهاب اللي صار حزد دهس بتايم سكوير بصحيفة الأنوار طوافات الجيش الربناني تشارك بالعملية ضد الإرهابيين في جرود الحدود الشرقية مصادر عين التيني تسأل عن سبب غياب البحث الجدي بقانون الانتخاب عملية دهس في نيويورك توقع قتلاً و23 جريحاً ضربة أمريكية لقافلة مؤيدة للنظام السوري وهون مهرجاً كان يستقطب النجمات العالمية هل بصفحة فان رح نتناول هذا الموضوع ننتقل إلى صحيفة الشرق المشدوق المناخي المتوافر حالياً للعفو العام الثناء المسيحي قدمنا المطلوب والكرة ليست في ملعبنا السعودية عشية زيارة ترامب ملتزمون المبادرة العربية والقرارات الأممية وتعيين مشرف خاص على التحقيق بتواصل ترامب مع سوريا ودعوة عون لزيارة إيطاليا أيضاً بالعنوين نحو الشراكة السعودية للصناعة العسكرية وإيران تختار اليوم بين الانفتاح والتشدد واليوم العالمي لوسائل الإعلام بالديار الخبر الأبرز قبل ما نروح على غير شي معلومات سرية خاصة بالصفحة الأولى خاص الديار ذكرت مصادر موصوق بها أن الانتخابات اللبنانية ستجري في 17 أيلول القادم جاء على إجراء الآن 2017 مقبل لازم شرك نعم وستجري الانتخابات على أساس قانون 1960 هذه المعلومات مؤكدة وموثوق بها ما بعرف إذا عم بغير شوية الاتجاه بالأخبار اللي كانت على صفحاته الأولى بالأيام الماضية استشار الأيوب هيك يعني التلفزيونية ما حدا بقى يشتغل ولا الصحافة تشتغلوا أي موضوع على الانتخابات خلص نهيها أنا أبعتقد أنه إذا ما توصلوا لأطفاء خلال هالفترة الوجيزة معناتها تمديد راح ما في تمديد صار في فراغ والفراغ في آنون سيري وآنون 60 هذا الناس اليوم عم تعطيض أنه رايحين على آنون 60 مش رايحين اختياريا رايحين إجباريا بس بل كيف موضوع تاني بالدستور بتمنع هذا الشيء هلأ اليوم خبراء الدستور هني بيقرروا بهذا الموضوع بس الواقع إذا بدك تشوفه متما هو تصوفه بواقعين هاي كانوا فرجين نياه بس ممكن يكون في نظرة تانية ما حدا كان هلأ هذا الشيء بيرجع على فخامة الرئيس بالديار قطر تفرمل تسوية الجرود وعرض حزب الله غير مفتوح الهوى تتسع بين الرابي وعين التين والعقدة في الضمانات وأيضا 55 مليون ناخب إيراني إلى سندق الاقتراع 300 ألف رجل أمن لحماية الانتخابات الرئاسية والتحالف الدولي قصف قافلة للجيش السوري السيسي لا نستعيد عفيتنا إلا بانتشال سوريا من أزمتها واستشهاد فلسطيني إصابة صحفي برصاص مستوطن انتفاضة الأمعاء الخاوية دخلت شهرها الأول بعد في خبر بالصفحة الأولى قمة الرياض واعتذار خليل يستعد رئيس الحكومة المشاركة في قمة الرياض الإسلامية الأمريكية على رأس وفد وذري وعلم أن الحريري طلب من وزير المالية علي حسن خليل مرافقته ضمن الوفد لكن الأخير اعتذر لأسباب سياسية تتعلق بعدم رغبته كممثل لقط سياسي بالمشاركة في قمة القرارات الملتبسة هل رح تفتح هيك باب شوي النقاش بهالقمة بعد؟ بعتد بعتد أن الأخوي السعوديين بيتفهموا هذا الموضوع لأن الواقع السياسي يعني فارد حلو بها لسه ما رح يصير فيكي باش طبيعي لأنه كان الهدف لدوام الاستقرار فالشورة نرجع لورا الواقع اللبناني يفرض حلو على الأقليمية خلينا نروح لصحيفة البناء غارة أمريكية تحذيرية قرب التنف تمنع تقدم قوات حليفة لسوريا بعدما وصلت وتمركزت وفد أرياض بن جونيف لقد أصبحنا خارج الملعب وروسيا تفرض معادلاتها قنصه ينفي مناخات التفاؤل داعي ينعون للحسن بقانون مقاطي أو صيغة توفقية قبل ما نروح للكاريكاتور نرجع للموضوع باقي الأراضي حاسس فيه تفاؤل يعني أنه يصير فيه تشريع لقانون جديد بيمنع ما يحصل الآن ونحافظ كالبنانيين على أراضينا من بعد ما استوبيحت على ما تبقى من كذا سنة نحن متأملين بفخانة الرئيس بالحقيقة نحكي الأمور متمهية اليوم الحدي طلق الحكومي ما عملت شي أنا عملت زيارة مع وفد من حركة الأرض لدولة الرئيس مجلس النواب الأستاذ دبيه برري وشرحت له الموضوع وأياد يعني أياد الشي اللي احنا مطالب فيه نكامن براءة زمي بلدية أو حق الشفعة للجار وقال أنه هو مستعد يتبنى هذا الموضوع وفيه نائب حكمة ديب مقدم مشروعا مشان براءة زمي وطلق بالرئيس بري أنه قال لي خلي نائب تاني أقدم مشان تاني عمل ما بعضهم هلأ الأزمة السياسية الوضع المأزوم على قانون الانتخاب على توقيف مجلس النواب على النشاط وكله توقف يعني اليوم البلد اقتصاديا وموضوع الأرض ولا موضوع التشريع أو القوانين أو كل الأمور كلها مرتبطة أقرار قانون بالأول الانتخابات وبعدين تنفس الجو سياسيا الجو اليوم إذا واحد بده يستريبات بيقول لك أنا بدي أجل تنشوف أشي بده يسير إذا واحد بده يعمل تجرة بده يستورد بيقول لك خلينا نتاول بينك أصائحة دراسة الأسعار نازلة أصائحة لا أنا ما في حركة ما في حركة ما في حركة وهلا هذا الشيء كل يوم يعني نحن اللبناني بسياسين بدرجة أنه ناكل السياسي ومشرب السياسي ومنهم منهم مع السياسي الواقع طبع قانون الانتخاب عم بيأخذ مد وجازر كتير ورمي الواقع على الواقع السياسي كتير يعني الزمال إذا نشوف كيف الله بده يفرج علينا هل من المناطق يعني شوفوا عليه أكتر الأراضي اللي عم تنبيحها يعني ما فيه لكن الأجانب دائما بيرغبوا بمنطقة جبل لبنان وبيروت يعني هذه بالدراسات اللي حد اللي شفتناها مثلا ألف وثلاثين مرسوم تملك كل منطقة جبل لبنان وبيروت يمكن لأنه قريبة على أكتر لأنهم إن كانت سياحة إن كانت تشارة هذا الموضوع يعني هي اليوم أنا الناس اللي هني أساسا بيملكوا الأرض إذا كان مثلا نفترض بالتعزنية أو بعلاي يعني أو برشمية المنطقة المنصورية بيجي بيسكن بالحزمية من الحزمية اللي ضاعته في 12 ديعة أو 15 ديعة بأقصى درجات بيترك ضاعته ما بعرف لاش يعني إنه إذا طلعت له فوق بتحزن أنا فعلا يعني حزنت كتير وقتل بتشوف فيلل وقصور وفلل وقصور منا لأجنبي لأجانب والبات نصه بعده مطبق ونصه مش مسلح وبعده قصة ما تصلح يعني في شيء ما في مسئولية ما في مسئولية على الدولة اللبنانية بس أنه اليوم صفينا إذا بدنا نظل نقول الدولة اللبنانية ودولة اللبنانية أبضون 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 لعبت مال وتحولت عملية تهجير إلى مال سياسي يعني تحول إلى مال سياسي وقت اللي صار مال سياسي ما صار فيه ما تبين أنه في شيء مبين على الأرض يعني يعني أنا وقت اللي كنت بهذه جولة اللي عملت أخيرة من كم يوم وقت شوف في بات في ناس وقف انزل شوف مين كيف يعني تلاقي هني مساويين هني مدبرين أمورا وعيشين ببيتهم مش عبدين بس في كتير مش عبدين في كتير بعدهم عم بيزبطوا بيتهم من وضعا هني الخاص هدا الشي بيعمل نعم لا كلنا بنا نعم يعني نحنا أنا بقول اليوم نحنا كمسيحيين بمنطقة جبل لبنان وخصوصا نشوف علي اللي هني صار فين عملية التهجير تهجير كبير نعم بدي نهزوا طيزن شوي بردون على الكلمة ويطلعوا وينتخبوا ويشيركوا بالقرار السياسي تيرجع لها نوجود ويصير الناس تقدر تهتم برأيهم تهتم بأمورهم وين المصار اللي انصرفت بوزارة المهجرين بالملايين هلأ يعني مثل واحد عم بيبكي على الأطلاء عريف بس اليوم يعني اللي بيتباهوا انه بالمصالح بالجبل ومعرف شو على شو يعني اذا بتطلع بتتفرج بتشوف انه بتقول يا حرام علينا كلياتنا لانه اللعبة السياسية عم تاكلنا من رصيدنا كلنا ونحن انا في احد الالميات او الصحفيات اللي هاجمتني بجريدة الاخبار اني انا تقسيمي واني انا طائفة لانه هو بالبلد نحن منخلق طائفيين ومنربع طائفيين ونتعلم طائفيين وننتخب طائفيين وهي اللي هاجمني لقالي اني انا طائفي وانا تقسيمي انا بقلي من هون انه انا بموقع الدفاع النفس نحن عم ندافع عن حالنا في هجمي طائفية علينا نحن عم ندافع عن حالنا مش نحن عم نهجم التلبي يتهم طائفي يلي هو بيهجم عن ناس ويلي بيهجم حوق الغير مش اللي يلي بيدافع عن نفسه وعن حوقه بس ما هون المسئولية عن يلي عم بيبيع يعني ما فينا نقول انه اللي عم يشتري من الشخص هو عم بيهجم مية بالمية معكة بس أنا بدي لك ستنا إذا القانون سامحلك انك انت تقطلي وما بيحيس بيك بيصيروا كل الناس تروح تقطل بعضها صح القانون اليوم نحنا أنا بالدراسة اللي عملت 40 بالمية من اللي هني بيعوا هني مغتربين هلأ بموضوع بالجبل وخاصة بقضايا اللي هني اكتر شي عم بيعوا اللي هني تهجروا وفي منهم تهجروا وصاروا برا وبعضين بيقول لك أنا من مهاجرين إلى مهاجرين ايه ومهاجرتهم تهجيرهم أثر على مهاجرتهم يعني بشكل انه روحوا حقضين حقضين علينا كلنا مش انه حقضين على الواقع ككل فهذا أنا اليوم بعرف انه عم بيجي ناس سميسرا عم بيروحوا يراسلوهم برا يعني مثلا هلأ هذا اللي عم بيحكي عنه أنا بالتعزينية هذا آخر شي بايعا من ناس لهم بأمريكا من قيل فارس بأمريكا روحوا سميسرا يشتريوا منهم وجوهون يقصموا يعملوا يعني أنا رحت شفت الأرض يعني فيه أجنبي هون فيه الأرض ثان والبيت مطبق بعضو طبعا الجماعي يعني أنا إذا بديعد أتليومهم ولن ليش أنتوا عم بتبيعوا هلأ أنا بتليومهم بالمنطق أنه أنتوا صرتوا اليوم وضعك كان كتير منيح ولازم تحافظ ولازم تكون أنتك اللفتة تنظر أكتر على ضيعتكم وعلى شعبكم وعلى أهلكم بس إذا بتتطلع أنت أنه وقت اللي بتشوفها الكم من السماسرة اللي هني تحشين بيد غريبة يعني بيد أجنبية أنه المشكلة اليواني اليوم اليوم بيجوا بيقولوا لك نحن أنه بدي استثمارات الاستثمار بالعكارات بيفيد شخص شخصين ليوم مصنع بيفيد ألف تجارة معينة أو فندق أو سياحة أو كذا بتعمل حركة اقتصادية بس استباع الأراضي وشراء الأراضي هي محدودة ببعض الناس وبعض مكاتب السمسرة مش لكل الناس يعني أنه هذا الشخص هو سمسار هالأجانب اللي يجي عم بيشتريل أنه يقصم لهم هذا أنا سميته مثل يوضاس عندنا يعني جاية هدا عم بيخرب الأرض يعني بصريح بصريح العبارة عم بيخرب الأرض عم بيسلم عم بيسلم هلا بيطلع بعضين بيجي بيقول لك هدا أبن عائلي نحنا أنا ما عم بسمي لأنه أنا هدا الملف حكيت وزير العدل اللي أنا كتير مقدر نشاطه هالوزير اللي هو كتير بارع بيشغله وجدة ومنطقة وواقية وعدل وبيشتغل بعدل سليم جريساتي نعم معالي الوزير سليم جريساتي قلت له هدا الموضوع قال لي الملف بتجيب ليه وأنا بحوله على الطحية خلي يروح هالملفات تتروع على الطحية وشوفوا إذا في احتيال على القانون القانون يحيسبون وإذا كانت القصة ما في احتيال على القانون وفي ملكية لهالأشخاص ما تروح للأجنبي شرم يطار يحكي مع القاضي اللي عم بيحقق مثل ما حكي مرة الماضي يعني يعني بيني وبينك يعني وزير اليوم مثل سليم جريساتي بدك تكلله كتير يعني أكيد من أهل اختصاص محل اختصاص وبعدين عنده جدية بيشغله منتبع مع الصحف إنما الصفحات الأخيرة والكاريكاتور الشرق فخامته رايح على الفاتيكان ودولته عمكة وأنا رايح عن نجف أستموه هذا كلام لا نبيه بالريق أستموه بعد عندنا كاريكاتور الجمهورية الكلمة فاقل بيحل بالربع الساعة الأخير معقولي بس السكين السكين نزل على المواطن يعني هو مع معوح لأنه الفراغ يعني بمحال بيحول الوضع السياسي من أزمي إلا مأزوم يعني بتصفي القصة يمكن ما بنعرف تكون حمحة تأجرنا بمحال مش مزبوط إن شاء الله يتوصلوا لأن الانتخاب إن شاء الله وبالآخر يعني فيه لغ 17 زائران لا وبعدين الدستور في خخامة الرئيس عنده حرص كيف بهذا الموضوع وبعط أن الحكم بتتحكم بالآخر برأي أكيد قبل من قللك كاميرسي في عنا مجموعة أشخاص بيعطي لنا كلمات أول شي عم بيسألوا ليش الكهرباء رجعت تنقطيع على الشهر أكتر من شهر الماضي تاني سؤال بعد فيه قال مسامير ومطبط قديسي رفقه بجربته واكفيفين وثالث شي مبعوط كتير صور وأسئلة عن الزحمة المستمرة من أكتر من أسبوع على طريق جعيتها سهيلة هالزحمة الماء عم تخلص وحكينا عنها مبارح وقلنا أنه يا ريت بلدية جعيتها بتقوم بتحويل السير لداخل المنطقة حتى يصير في خط صعود وخط نزول ولهلأ هالشي كمان مصار والناس عم تعلق لأكتر من ساعة لطق طع كيلومتر وواحد نحن بدأ نشكرك أستاذ طلال الدوائحة أنا بدي أشكرككم إن شاء الله نستضيفك المرة الجاية كون سوف في شيء مقونا واتكون البطل في مجال الأحتيار على القانون ونشوف هيك أراضينا عم تنبع بطريقة مش حلبة أكيد نفقد هويتنا شكرا لك رئيس حركة الأرض طلال الدوائحة فاصل أخير بحلقتنا خليكم معنا